تلبية لنداءات الاستغاثة المتكررة التي أطلقها أهالي القرى الأردنية المحاذية للحدود السورية توجهنا نحو قرى السرحان الواقعة في مواجهة مباشرة مع رصاص الاشتباكات بين الجيشين السوري والحر وما أن وصلنا الفاصل الحدودي استقبلتنا هناك أصوات القصف المستمر على درعا وعمدة الدخان المتصاعدة مشاهد فردت عدسة الحرة بتوثيقها التقينا بعدها أبو عبد الله مرب الأغنام الذي يسكن على الخط الفاصل بين البلدين والذي لم تسلم حتى أغنامه من قذائف الاشتباك يعيش يوميات مضنية برفقة هواجس الخوف من تساقط المزيد من القنابل على منزله وعائلته سقط عندنا أكثر من مرة مرات كثيرة يعني صارنا سنتين وشوية الحرم مستمرة فسقط عندنا بلبلد جوه كمان سقط على طفطاف بيت وهدمه فنزل عندي هنا جوه الحلال وراح لثلاث روس من الغنى هذا القرب والتزاوج الديمغرافي فرض على أهالي هذه القرى أن يكونوا في استقبال موجات نزوح هائلة أثرت بشكل أو بآخر على البنية التحتية البسيطة لهذه المناطق وعلى مدارسها وأسعار الإيجارات فيها وحتى نسب المياه المخصصة لسكانها على حد قول مسؤولين تنكل مياه كان بست ليرات الآن بتسع ليرات التعليم كان قبل الوضعنا ممتاز جداً والمدارس تستوعب الآن قاعد نطلب بفترات مسائية ولغاية الآن موعدين فيها وعد لحد الآن ما تم على أساس أنه بالأسبوع هذا يتم الحكي هذا ويفتحه مدارس مسائية غابت الشمس وحل المساء ولم نكن إلا على بعد أمتار من الجانب السوري على موعد مع الحزن للقاء عائلة فقدت رب أسرتها برصاصات الاشتباك السوري الطائشة والتي خلفت وراءها أرملة وثماني أبناء يشكون ضعف الاهتمام الحكومي بعدما أصابهم بلشت عني مكرر ماية قبل ما ينصاب بساعة أثناء فوته على الدار المغرب إجت رصاصة على الباب كم تبعد عن الحد؟ أربعمائة متر تقريبا رصاصة إجت ونزلت من الرقبة لنصداره مطالبنا أول إشي تأمين الناس ثاني إشي أي إصابة أو تضرر لأي مواطن كويس المفروض الدولة تحمل المسؤولية تتحمل تعوض الأطفال واحد احترق سيارة تعوضوه واحد اهتد بيته يعني صار إصابات بالبيوت صار إصابات بالناس بالأرواح صار إصابات بالحلال والدولة ما يمستعد تعوض حدا كل ما ترقينا الخبر الحمد لله على وعد الله وثانيا ودنا رعاية لا دهم يدرسون بالندارس وابنه هذا كمان بلشي وظفونه ودنا المرعاة من الله ومن جلالة الملك عشر ساعات من الزمن قضيناها في هذه القرى رافقتنا فيها أصداء تساقط القذائف والمناوشات ساعات يعيشها أهالي هذه المدن بشكل يومي ومستمر بينما هؤلاء في نقاط التفتيش السورية هذه فهم في مواجهة مباشرة مع رصاص الموت لا زالت انعكاسات الأزمة السورية بقذائفها تعصف بأهالي هذه القرى الحدودية التي يقف أبناؤها في مواجهة مباشرة مع مخاوف من تدهور الوضع الأمني عبر هذه الحدود وسط غياب أي حلول تذكر حيدر العبدالي لليوم على الحرة من قضاء السرحان الحدود الأردنية السورية وعن التفاعل الرسمي مع احتمالات تمدد الأزمة السورية لدول جوارها الزميل حيدر العبدالي التقى محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية في هذا الحوار الذي خص به كاميرا اليوم على الحرة قواتنا المسلحة وجزتنا الأمنية الحقيقة تواصل جهدها بحماية الشريط الحدودي الأردني وللتأكد من استتباع بالأمن والاستقرار على الأراضي الأردنية في بعض رحيان يكون هناك اشتباكات عسكرية قريبة جدا من الحدود الأردنية ما يؤدي لسقوط بعض القضائف على الشريط الحدودي أو قريبة من الشريط الحدودي هذا ما أكدنا على رفضنا التام له وقمنا بتوجيه رسالة احتجاج دبلوماسية رسمية لأسلطات السورية المختصة بأن يكثفوا جهودهم وعملهم بأن لا يتتكرر مثل هذه الأحداث نحن جارة جنوبية لسوريا وبالتالي استمرار الأزمة في سوريا الحقيقة يرتب أعباء على الأردن أكثرها حدة ربما التدفق للاجئين السوريين وبأعداد كبيرة الأردن لديه ما يزيد على نصف مليون خمسمائة وخمسين ألف لاجئ سوري قبل هؤلاء كانوا حوالي سبعمائة وخمسين ألف مواطن سوري موجودين في الأردن كل هذا العدد الكبير من السوريين الموجودين في الأردن الحقيقة يرتب أعباء اقتصادية ضاغطة على الدولة الأردنية وعلى البنية التحتية وعلى الاقتصاد الأردني وينعكس سلبا على مستويات التضخم ومعدلات البطالة من هنا يأتي تأكيدنا المستمر للمجتمع الدولي ولأشقانا ولأصدقانا بضرورة إسناد الأردن في جهوده باستضافة اللاجئين السوريين وهذا الدور الذي يقوم به بالنيابة عن العالم الحقيقة هي مسؤولية المجتمع الدولي أن يراعي موضوع اللاجئ الأردن يقوم بهذا الدور بكل فخر وبكل اعتزاز ونعتقد بوجوب مزيد من المساعدات للأردن بشأن هذا الدور كيف تقيم الموقف الدولي بعد الإجماع على جنيف 2 ونزع الكيميائي؟ نحن ننظر بإيجابية لكل مسعى سياسي من شأنه إنهاء الأزمة السورية كنا منذ البداية دعاة حل سياسي للأزمة السورية ولازلنا نعتقد أن هذا هو الحل الأمثل والأنسب والذي يتماهى مع المصلحة العليا للدولة الأردنية وبالتالي أي جهد سياسي من شأنه أن ينهي إراقة الدماء في سوريا ويجلب الأمن والاستقرار لسوريا ويحافظ على ترابها الوطني هو شيء ننظر له بإيجابية في حال سقوط نظام بشار الأسد هل هناك مخاوف من سقوط الأسلحة الكيميائية بيد جماعات متطرفة؟ هذا سؤال افتراضي أخي لن نجيب عليه نحن لا نعلق على هذا الأمر كحكومة أردنية مصلحتنا في حل سياسي وهذا ما نتمنى أن يحدث